السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حباب قلبي ايه رأيكو بقى في الهديبيز ده او الهديبيز ده اه عملته بخطوات بسطة جدا وبسرعة ولكن عملت معه كمان دبابيس طرحة العروسة او دبابيس العادية اللي اي بنت او اي ست بتستخدمه يلا نخش على الفيديو نشوف احنا هنعمل حاجات دي كزيز ازاي هقولكو عن متاريا الاول اللي انا هستخدمه طبعا السلك هو نحاس مطلي مطلي ابيض وشوية خرز وشوية االماز والعدة اللي هي بشتغل بها على طول وانا اشتغلت الحاجات ديت معاكو قبل كده يعني انا عملتها معاكو قبل كده يعني العدة ونفس الغرزة اللي هشتغل بيها هي نفس الغرزة السابتة اللي بنشتغل بيها التاج واللي بنشتغل بها اليربيز اه بنلضم بنسيب حوالي اه خمسة سنطي او سبعة سنطي ونقوم لاضمين خرزة لولي ونقوم لفينها كده تمن لفات عشر لفات على حسب الطول اللي انتو عايزين بعد كده نلضم ست خرزات من خرز التفسيرة اللي هو الصغير اللي هو الكريستال كسر كريستال هو كسر كريستال وهنلفه كده برضو على حسب ما احنا عايزينه طول خمسة ستة ثبعة ثمانية لكن التلات لفات الاساسية اللي هما سركتان على بعض دول اساسيين اللي هو مع معانا يعني علشان نبقى نفصل بين الورقة والورقة بعد ما لفنا اول واحدة بنلضم برضو ستة وبنلف الواحدة التانية وبعد كده بنلف الكل تلاتة الورقتين حتى بينهم اهم نلضم برضو ستة ونفضل نعمل كده هكذا لغايد ما الفرع اللي في ايدنا يخلص اهم ستة اهم بصوا شكلها هي شكلها حلوة قوي هي شكلها كمان في الحقيقة يعني جميلة وبتنور كده لكن طبعا التصوير ظريمها كتير والله ستة خرزات انا والله انا باتكلم معاكم وبشرح لكم انا كل ما افتكر معلومة مهمة جدا فبقولها لكم انا ما مش هبخل عليكم باي معلومة انا اتعلمتها لغاية ما اتطلعوا الهيربيس او التاج او دبوس الشعر تطلعوه بصوا الورق بقى جميل وفيه كمان وردة اللي هي الوردة الالماز ديت برضو انا عملتها معاكم قبل كده في التاج وفي الهيربيس الاولان بناخد برضو حوالي خمسة ستة سنتي بالطول برضو اللي احنا عايزين وبعدين بنلف بنعمل حلقات حلقات كده يعني نلف بين كل حلقة وحلقة بنلف مثلا الحلقة خمسة لفات وبعد كده نلف كل تلاتة يعني السلكتين تلاتة لغاية ما هنعمل فرع ورق بس فاضي علشان احنا هنبلقى الماز او بصوا انا هعمله بمسدس الشامع لكن انا هكدت عاملة التاني بالانبوبة اللي انا ورتها لكم اللي هو اللاصق علشان مسدس الشامع بيلزق بسرعة بينشف بسرعة لكن اللاصق بيغيب بيقعد فترة لما يغيب لكن ما بيقعش ومسدس الشامع برضو لازم نحطه هو ساخن جدا لو برد يعني سنة يوقع الخرز على طول لكن وهو ساخن قوي قوي مهما تعمل في الخرز او في التاج خلا بالولعة كده بسبت الشامع اللي انا حطيته وبشيل الشعيرات الدقيقة اللي انتوا عارفين او نعملها بادينا يعني اللي مش متاح ليه ولع او اللي مش قدومه ولع انا عملت من دول شوية حوالي اربعة او خمسة لان دول مش اساسيين عندي انا احطهم كده تكملة فوق عملت من التانيين بقى هم عملت من التانيين حبة كتير وهبدأ انا جبت حتة سلكة كده حوالي خمسة وثلاثين سنتي هو انا ما استهاش بس هي زي قد طوق الشعر بالزبط اسوها على قد طوق الشعر لو عندكو طوق قديم بعد كده هنبدأ نلف عليها السلك نلف عليها السلك واحدة يعني واحدة شمال واحدة يمين ده هي صناعة الهيربيز او الهيربيز اااا ciصناعة بتاعتها كده هي واحدة شمال واحدة يمين بنلف ونتبت قوي ونعمل بالبينسة ننتبت على الغرزة على اللف قصد بالبينسة وبعد كده بنقص الزيادة وهكذا نفضل كده لغاية من مملى السلك كله الوردات اللي احنا عملناها او اه ورق الشكر اللي احنا عملناها واحدة شمال واحدة يمين ونجي في النص بقى نحط الألماظ اللي احنا عملناه ورق الألماظ برضو اللي احنا عملناه نقص كويس والخل القص دايما لفوق لأن فوق احنا هنعمل شغل يعني هنحط حاجات بشمع هنلف حاجات عشان ما يشكش ايد العروسة ما يشكش ايد اللي هيركب لها التاج أو الهيد بيز يعني خليكوا حارسين من السكة دي هنجي بقى بالطوق الوردة الألماظ عفوا الورقة الألماظ وهنحطها بالطرقة اللي انتوا شايفينها دي فوق بقى مش ولا شمال ولا يمين في النص ونبدأ بقى نكمل برضو انا مش راضي اقطعها انا مسرعها مش راضي اقطعها عشان عايزاكم تشوفوها كلها ونرجع نكمل برضو واحدة شمال واحدة يمين علشان انا اكون عندي امانة وانا بوصل لكم المعلومة انا بجد والله انا ما بخبش عليكم اي معلومة انا عارفها ولما بعرف حاجة جديدة برضو انا بقولها لكم اه خلي بالكم للايام اللي جاية ان شاء الله ان شاء الله اه من غير مقطعة كده علينا اه هنعمل بقى الهربيز اللي هو اللي هو هيبقى الرقيق جدا اللي بتحط على القورة اللي بتحط على الشعر كده على القورة اللي بتحط على الطرحة للبنات بقى اللي هما اللي مش العريز بقى اللي هما حضرين الايه اللي الفرح اخت العروسة اخت العريز اه بنوتة صغيرة هنعمل بقى برضو برضو معاها نعمل معاها طواء ونعمل اهد بيز للبنات الصغنانات برضو بيبقى حلوة حلوة على وبيحبوها هنبدل نلف كده خارس لغاية ما نوصل للاخر بصوا بدأ شكله يباني ازاي اه انا عملت اللولي اللي هي في الطرف دي لان انا لما دخلت اللولي مع الكسر كريستال مع الالماظ اه ما شاء الله في الحقيقة بيدي حاجة ضي ضي يعني انا واخدها الشكل ده من على من يعني كنت شايفاه في فرح فنانة مشهورة اه كانت لابساة لابسا حاجة زي كده بالضبط فانا قلت لازم اعمله معاكم علشان يعني ايه نفرح العريز بقى يحسوا ان هم فنانات ملكات اه او البنات اللي هيلبسو فوق الطرحة ليحضروا اي مناسبة او ام العريز او ام العروسة برضو ممكن يلبسوه انا عملت معا حلق بس الحلق ما صورتوش لان انا اعمل معاكم حلقان تانية برضو بنفس الطريقة فقلت هو يبقى شرح واحد يعني عملت معا حلق تحفة 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 هورها لكم في الصورة المصغرة اللي انا ايه هعارضها على الفيديو من بر هي برضو شرح الحلق هو نفس ما احنا بنعمل الورقة بتاع الالماص بالضبط بس بنتنها من الطرف ونحطها في اللي هي الحلقة بقى اللي بتبقى في ودننا دي اللي حت الدلال في ودننا دي بس يعني هي مش مش حاجة جديدة يعني هنبدأ بقى نخلص نلف بقى كده خلاص لغاية ما نخلص خلاص انا بشطة بيعني اخر العقد اللي هي الوردة الالماص هحطها ونزبط الدنيا بقى نحط كم ورقة كده كمان وكده يبقى خلاص ايه الهدبيز خلص هنعمل في ايه بقى تابعوني كده وحنا هنشوف هنعمل في ايه اهو يا حبيب لسه بنكمل الهدبيز اهو اهو انا كنت قطعت لان احتاجت ان انا اعمل كمان كزا ورقة اه زيادة لان انا انا ديقت الورق اوي في بعضه عشان يدي شكل ومصدقية احلى موسيقل كده في الهدبيز اه عملت انا كزا ورقة وجيت بقى ركبتها كده معاكوا هون افضل بقى افكرين الاتاك اللي انا كنت عملتو اللي هو قابلي ده على طول كان فاضل كده وردتين من الى منه اه منه التانية حاطة الوردة التانية. بحيس اقفل مجموعة السلوك اللي انا لفها. وفي نفس الوقت ادي برضو منظر جمالي قوي قوي. يبقى حتى لو باين من الطرحة بتاع العروسة من الجنب. هيبقى شكله حلو برضو وعاتي منظر. عملت انا كده لزقت الاتنين. وبساوي بقى في الورد اللي محتوط. قصد الورق اللي محتوط باعمله. بوزعه بالتساوي بحيس ان هو يبقى الاطوال بتاعته متناسبة مع بعض. وبلزق بقى اللي هي اللي هي الالمازات اللي انا عاملاها. بلزقها في البتاعة عشان متبقاش قبل فوق كده. هاجي بقى في الفراغات اللي هي مكان لفة السلك او الفراغات اللي باينها من اللي هي دي بيس او اللي هي دي بيس. اه بنحط المازات من اللي انا حاملها. بس قبل دي كده انا هحط الشريط اللي هو الفضي اللي هو على من وراء على اساس يداري برضو اللف بتاعي الحديد ويدي منظر جمالي. تمام? اهو يا حبيب قلب. بصوا والله العظيم يعني مش مش هو مصطنع يعني. الاي واحدة فيكو عندها حتى من غير ما تكون هي عندها خبرة او كلام ده. عندها شوية خرز والحاجات دي وسلوك وبتاع. وممكن تشتغل بالبنسة بتاع اللي هي القاربة بتاع البيت اللي عندها. تقص وتعمل بقى السلك يعني. وتشتغل وتلزق كده وتعمل لبناتها وتعمل لنفسها. وهي حتى قاعدة في البيت في في التراوة دي كده بالليل او العصاري. وتعي وتشرب بقى الشاي في البلكونة كده وهي متزوقة وقاعدة يعني تفتح تفتح نفس جوزة وهي قاعدة. اه وتعمل لبناتها هيتفسحوا ويروحوا النادي بتاعي. يبقى حاجة بسيطة يعني وحلوة. ان شاء الله هعمل معاكم حاجات للبنات برضه لازم نفرح البنات الصغيرين. بصوا انا كده جادة لزقت الشريط الستان او الشريط الفض من ورا. هاجي بقى الاماكن الفاضية بقى او الاماكن اللي بين منها السلوك اقوم حطة المازات كده ايه فيها. اولا هدري المنظر سانيا يعني اهو بصوا. بصوا شكله بقى لما كمل. ويعني الواحي الساعات بيجوله افكار فيه بعد ما بخلاص بقفل معاكم بخلص بقوم جريم حطها فيه. الطبق اللي ورا هناك ده انا حطة الكياس بتاع الالماز والكريستال والحاجات فيه. عشان احفاد بيقوموا جايين جاري بفتحين الكياس موقعينها لعالارض. يعني ما تاخذينيش بقى من من المنظر اللي ورا ده. بصوا الجمال. ما شاء الله. اهو. شكل اللي هو كدت انا شفته على العروسة الممثلة دي بالزبط. بالزبط ما يفرقش عنه حاجة. ده اشتركوا في القناة